السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء سنة تلتة عدادي. اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. في حلقة النهاردة بنحل امتحان محافظة الدقاهلية عشرين تلاتة وعشرين. نبدأ مع بعض في اول سؤال في الامتحان التعبير. جاي لهم عن الوقت او حب الوطن. بنختار الموضوع اللي نقدر نكتب فيه اكتر. بس نقسم الموضوع لافكار او عناصر. نبدأ نتكلم عن الافكار. ناخد دراس الموضوع نعملها مقدمة. تجيب اية حديث بيت شاعر. اختم بنصيحة او بحكمة ناخد الدرجة كاملة. وفي التعبير الوظيفي الاجباري جاي لهم تقرير. حلنا طبعا في المحافظات. تقرير عن ندوة عقدت بمدرستك عنوانها صن لسانك. المهم عندي في التقرير. اقول له موعد الندوة. ذهبت يوم كزا. يوم. يوم الجمعة مثلا. مع اصراتي او مع اصدقائي. الموافق التاريخ. لحضور ندوة بعنوان صن لسانك. واقول له اللي عجبني في الندوة. ولم يعجبني توصيات. عملت بالشكل ده خط الدرجة كاملة في التعبير. السؤال اللي بعد كده الكراءة السؤال الاول من درس الحياة دقائق وثواني. تلات درجات. فعمر الانسان يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. وقد ضرب العلماء اروع الامثلة. يعني ضربة? يعني قدموا. قدموا اروع الامثلة. هو هنا عايز العكس. مضاد ضربة. كفاءة صلاحة دلل اعرضة. عكس بيقدم هيعرض اعرضة. با اكمل ما يلي العطف بين خير وعلم في الفقرة السابقة يفيد? بيفيد التنوع. التعدد او التنوع. طيب جيم الوعي بقيمة الوقت واهمية الاشياء من عوامل التميز? ناقش ذلك في ضوء الحقيقة التي توصل اليها الكاتب? هنقوله طبعا لان عمر الانسان يقاس بالوقت. ويقاس ان هذا الوقت هو عمر الانسان. وهنقوله استغلال الوقت فيما ينفع ويفيد قد يغير مجرى الحياة ويجعلها افضل مما نظن وارقى مما نتخيل ويخلد اسم الانسان في سجل العلماء والنبيهين. كدت الكلام ده خط الدرجة. السؤال اللي بعد كده بقى من القصة من قصة الطموح الجارية. الف تخير السواب. طيقن لويس انه يستطيع ان يتمكن من مفتاح الشرق كله اذا فتح مصر طبعا. باء صح او خاطر. رفضت شجر الدر رغبة المماليك قتل توران شاه وفعل زوجها? لا طبعا عبارة خاطئة. دوافقت على قتل توران شاه. علل خوف نجم الدين عندما احس بقرب موته. كان خايف من ايه? كان خايف من الفرقة والانقسام. القراءة المتحررة. للنجاح في الحياة مبادئ. اهمها ان تعلم ان النجاح والفشل من صنع يدك. انت فلا تنسبهما الى الحظ. وتعلم من اخطائك حتى لا تقع فيها مرة اخرى. فضوء فهمك تخير السواب. تنسبها الى معناها تدفعهما ترجعهما او تنسبهم لحد يعني ترجعهما الى. تقربهما من تقويهما بيلا. ترجعهما الى. صح او خاطئ. فضوء العبارة السابقة. النجاح غاية. هدف. نصل اليها بالجد والخز معا. ما فيش خز عبارة خاطئة. النجاح والفشل من صنع يدك. لا ننسبهم الى الخز. جيم بما تصف انسانا بدأ من القاع وبقي فيه. من القطعة هنقوله نصف هذا الانسان انه لم يتعلم من اخطائه ويقع فيها مرة اخرى ونصفه بانه بالفشل بالفشل وعدم الجد وعدم الاجتهاد. السؤال اللي بعد كده بقى النصوص السؤال الاجباري من نص استعن بالله الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. فضوء فهمك لسياق الحديث الشريف تخير. واحد المراد بكلمات من كلمات اني اعلمك كلمات يعني نصائح. مفردات توجهات يعني نصائح. اهي توجهات. اتنين مضاد احفظ. احفظ عكسها. عايز العكس. احفظ افهم فكر ضيع. هيحفظ يعني يضيع. ما الذي يأمرنا به الحديث الشريف? ان نحفظ الله. يعني حفظ الله? الامتثال لاوامره. واجتناب نوهيه. والاستعانة. ازا سألت فاسأل الله. والاستعانة بالله في كل امور حياتنا. اممكن ازود له بقى الايمان بان النفع والضر بيد الله والايمان بالقضاء والقدر. ماذا افاد تنكير كلمة كلمات? هنا نكرة للتعظيم. يبقى اقول له افاد التنكير. هقول له التعظيم. نكرة للتعظيم. طيب ده العلل اختص الرسول صلى الله عليه وسلم الغلام بهذه التوجيهات. التعليل السبب هنقوله بسبب لحرصه على تعليم الناشئة اللي هما الصغار. خرص على تعليم الناشئة. لان التعليم في الصغر كان نقش على الحجر. يالا السؤال اللي بعد كده من النصوص الاختياري. السؤال الاول من نص خلال كريمة والمال اللي لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الاملاق. والعلم اللي لم تكتنفه شمائل تعليه كنمطية الاخفاق. لا تحسب ان العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. في ضوء فهمك واحد مراضف تكتنفه. بيقولنا ان العلم اللي لم تكتنفه شمائل يعني تحوطه. اه هنا فين تحوطه تقويه تنميه تطوقه تظهر اه هنا تطوقه يعني تحوطه بالاخلاق. مضاد الاخفاق. الاخفاق يعني الفشل. يبقى عكس الفشل النجاح. بس هنا بيجيب كلمات متشبهة. الكفاح لا الفلاح. ايه ما هو الفلاح اللي هو النجاح. بيشغل دماغه اللي حضرت الامتحان. بقى المال والعلم. وضح كيف حدد الشاعر وجه الاستفادة منهما. هنقول له ان المال يتم الاستفادة المال اللي لم تدخره محصنا بالعلم. يبقى يتم الاستفادة بالمال عندما تخصنه بالعلم الذي يحميه من الفاقر. والعلم يتم الاستفادة. كيف حدد الشاعر وجه الاستفادة من العلم؟ العلم يتم الاستفادة منه عندما تحوطه بالاخلاق بالشمائل التي تعليه حتى لا يكون وسيلة للفشل. جيم. ما الجمال في مطية الاخفاق؟ هنقول له بيشبه. بيشبه العلم بدون اخلاق بوسيلة بوسيلة للفشل. دال. قد ينتج العلم ما ينتجه الجهل. ميز من الابيات السابقة البيت الذي يتفق مع هذا المعنى. هقول له طبعا ان العلم ممكن ينتج ما ينتجه الجهل. امتى? ان لم تحوطه بالاخلاق التي ترفع من قدره التي تعليه وتوجيهه الى الخير. هتكون نهاية العلم الفشل برضو. زي الجهل بالزبط. با من نص وادي الكنانة. هناك المجد يدعوكم فهبه. وليس يروعكم في المجد خطبه. لعمر المجد ما في المجد صعبه. تردى ذل من يخشى الحمامة. لنا ذكر مع الماضي مجيد. لنا امل يجد بنا بعيد. فضوء فهمك واحد مراضف تردى. تردى الزل يعني بيلبس الزل اللي بيخاف من الموت. مراضف تردى تروى تزيى تطلب ترقب. احنا عارفين اني تردى يعني لبسة. ايه بقى الاقرب اللي معناها لبسة? تروى تزيى لهو الزي. الزي اللي هو اللبسي. بقى تزيى. مضاد هبه. هبه يعني استيقظه. عايز عكسها. يبقى عكسها عكس استيقظه انهضه. عكسها تفاقلوا. تخصموا لأ. تفرقوا لأ. تلاوموا لهم وبعد لا. يبقى تفاقلوا. بقى في الابيات دعوة وتحزير. ناقش ذلك في ضق فهمك للابيات. اهو دعوة ايه? لتحقيق المجد. لتحقيق المجد. طيب والتحزير بيحذرهم من الايه? من الخوف. بيقول لهم لعمر المجد حققوا المجد اجتهدوا العمل. وما تخافوش تردى الزل اللي بيخاف من الايه? من الموت. لان اللي بيخاف من الموت بيعيش في ظلم. جيم وضح الجمال في قوله المجد يدعوكم. هقوله بيشبه المجد بانسان يدعو ابناء مصر للعمل. ده لكل بناء اساس يقوم عليه. ميز من الابيات السابقة البيت الذي يتفق مع هذا المعنى. البيت اللي بيتفق مع المعنى ده من الابيات اخر بيت. او لنا ذكر التاريخ بتاعنا. الاصالة والحضارة وامجاد المصريين القدماء. لنا ذكر مع الماضي مجيد. ولنا امل ده اللي بيجد الاجتهاد والعمل. ده اللي هيدفعنا. ده اللي هيساعدنا ان احنا نحقق المجد ونحقق الرفعة لبلدنا. طيب ان نحو. ان اضر ما يصاب به الانسان. ان اضر. ان حرف ناسخ. ان اضر اسم ان. اضر ما يصاب به الانسان. خلي بالك ان يصاب مضموم اولة هاي. يصاب ده فعل ما بنية للمجهول. يصاب ده فعل مضارع. الفعل المضارع اللي هو يصيب لما نبنيه للمجهول. ضم اوله ويفتح ما قبل اخير. يصاب. يبقى هنا الانسان هنعربها نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعوا الضم. بهيئة الغرور. انه كرحة. تضحن ببطء. لكنها تضحن بلا هوادة. لا تخلط بينه وبين الثقة بالنفس. فليس خفيا. خفيا هنا خبر ليس. ليس دي من اخوات كان. كان اصبح اضحى ظل ام سباتة صار ليس. يبقى خفيا دي هنعربها خبر خبر ليس. خبر ليس من صوبه علامة نصبه الفتحة. فليس خفيا الخلط بينهما. اعرف نفسك جيدا. تحمل اعبائك. التزم واجباتك. تلك هي الثقة بالنفس. والتي بها يكون الانسان لنفسه قد احسن وبها قد ابر. الاعراب خلاص اعرابنا الكلمتين نائب فاعل وخبر ليس. الاستخراج اسم تفضيل. اسم التفضيل عندنا في اول جملة هو ان اضر ما يصبي الانسان الغرور. ان الغرور ده اضر على وزن افعل. يبقى اضر 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 على وزن افعل. صغة مبالغة. صغة المبالغة عند هنا خفية. خفية على وزن فعيل. انما كلمة تقول الغرور هنا كلمة غرور غرور. لا فعول ما عندناش فعول. عندنا فعول. بس لو قلتها غرور فالافضل هناخد هنا خفية. انما غرور. لا ما فيش فعول. طيب جيم تخير الصواب مما بين القوسين اللي ما يلي. اسم المكان من الفعل اقامة. ده الماضي. يبقى هنا غير سلاسي. بنجيب ازاي اسم الزمن واسم المكان من غير السلاسي. زي اسم المفعول بالزبط. هات المضارع من اقامة يقيم. ايه اللي بحرف المضارعة من مضمومة? فتح ما قبل اخيره. يبقى هنفتح اللي اتبقى مد بالالف. تبقى مقام. يبقى اسم المكان او الزمان من اقامة هتبقى مقام. اسم المفعول من الفعل دعيا. اللي هو دعا ده معطل الاخر بنجيب المضارع يدعو. ايه اللي بحرف المضارعة من مفتوحها? شدد الحرف الاخير تبقى مدعو. يبقى اسم المفعول من دعيا مدعو. صح? او خطأ? واحد. الصديق مرآة. هنا مرآة اسم آلة على وزن المفعلة? ايوة صح. اتنين اسم الفاعل من الفعل يهدي. هو هادن يهدي طالما اوله ضم لو يهدي ويوضي وينهي قلناها في الشرح بيكون من الرباع يبقى الماضي. اهدى. اجيب اسم الفاعل اهدى يهدي يبقى مهدي او مهدن. طيب يبقى هنا هادن? لا ده من السلاسة دي عبارة خاطئة. ها اكمل مكان النقاط بما هو مطلوب. كل صباح يؤد الرياضي رياضته المعتاد او معتاد نوع المشتق في الجملة. معتاد من الفعل اعتاد 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 معتاد. نوع المشتق هنا في كلمة المعتادة مش هيخدعنا بقى كل صباح. كل صباح يؤد الرياضي. الرياضة هي اللي معتادة. حد اعتاد يعمل الرياضة. يبقى الرياضة دي المفعول به. يبقى رياضات المعتادة يبقى دي معتاد اسم مفعول من فعل غير سلاسي. اتنين الرمح السكين السيف المدفع. الرمح والسكين والسيف التلاتة دول جامد. المدفع ده مشتق على وزن مفعل. يبقى اسم الالة المختلف من المجموعة سابقة مدفع. لانه مش طاق. والسؤال اللي بعد كده الخط والاملة بتمنى لكم التوفيق. لايك للفيديو وشار الفيديو لصحابك عشان يستفادوا. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.